فيه طبعا شريحة من الطلبة اللي هم طلبة الملارس زي ما حضرت بنفسي اللقاء دوت في المكتب الثقافي المصري طلبة الجامعات المكتبات هناك زي عندنا برضو بتعمل نشاط ثقافي مختلف جدا فده برضو جمهور بيروح المكتبات مخصوص فإحنا اتعملنا مع هذا الجمهور فالحقيقة كان فيه تواجد مصري رائع جدا ساعات السفير الدكتور نازيه النجاري بازل جهد هايل جدا في الحضور المصري الثقافي تواصلهم مع الدوائر الثقافية في روسيا بشكل متميز جدا الدكتور سرجالي مشارث ثقافي نفس الشيء فإحنا عندنا حضور متميز جدا بالنسبة لنا احنا هنا كمركز ثقافي روسي في القاهرة واسكندرية كجمعية خريج الجامعات الروسية والسويتية احنا حرصنا نحتفي بهذه المناسبة في عديد من المناسبات احنا عملنا أنشطة كثيرة جدا خاصة بالأدب الروسي خاصة بالسينما الروسية خاصة بالمسرح الروسي حرصنا على تواجد روسيا في المهرجانات الثقافية المختلفة في مصر وجهنا الدعوة لشخصيات متخصصة تكلمت عن روسيا في مجالات مختلفة سواء كان في تخصصات الترجمة في سياحة في علاقات الدولية حتى العلاقات السياسية فكان في العديد من الدوات على مدار فترة طويلة جدا طبعا احنا كمان فيه أمر يعني جدير بالاحترام أن احنا الإرادة السياسية هنا الموجودة لدى القيادات في مصر وروسيا خدوا قرار تاريخي جدا أن كورونا مش هتوقفنا حمد لعام التعاون الانساء دي هو في 30 عشرين عظيم جدا فتمدل 21 ونحن داخل على 22 وجد ظروف بقى كتير نعمل الختام إمتى فتمدل 23 احنا عملنا الختام أمس فقط في مصر فمن 20 إلى 23 عشرين أصبح حدث برضو غير مسبوك أن احنا نعمل مش في السنة تحولنا من أسبوع لما شاء الله أكثر من 3 أعوام بسبو ل3 أعوام عظيم جدا حضراتكم متخيلين كم الفعاليات اللي بنتكلم عنها دلوقتي مرضود هيكون عامل إزاي لأنه بكل تأكيد الإعلام الروسي سلط الضوء على هذه الفعاليات